نفرق بين أمرين بين لبس الإحرام وبين التلفظ بالإحرام أو نية الإحرام لو لبس الإنسان ثيابه العادية وجاء عند الميقات ونوى بلسانه الحج وعقد النية وقال لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان متمتعا لبيك اللهم حجا وعمر إذا كان قارنا ودخل مكة بثيابه يعني لم يحرم من الميقات وخالف الأولى وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فدية ليه لأنه أحرم بلسانه ولم يلبس ملابس الإحرام طيب لو جاوز الميقات ولم يحرم بلسانه ولم يلبس ملابس الإحرام يبقى عليه دم عليه هدي إنما إنه يدخل بملابسه دون أن يلبس ملابس الإحرام يبقى عليه فدية الفدية في القرآن جعلها الله على التخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني إيه يعني يخير بين ثلاثة أشياء الصيام يصم ثلاثة أيام الصدقة إطعم ستة مساكين من الحرم يجب عشر وجبات ويوزعها على فقراء الحرم أو على المساكين النسك ذبح شاه لكن الأمر هنا على التخير يبقى الإحرام من الميقات أو الإحرام عموما ركن من أركان الحج طب مجاوزة الميقات بدون إحرام مريت على الميقات ولم أحرم ده فيه دم لأنه واجب من واجبات الحج من تركه عليه دم هؤلت